بعد القتل والشبح والهاي عرضوني على التحقيق قال انت معدي من عنده النقطة وحاشي على اللي كان الموجودين بالصور اللي هم سليماني والمسؤولين تبعهم أنا في دحام من مدينة البوكمال طبعا ساعتين أنا قاعدة مناطق قوات سوريا الديمقراطية طبعا جيت هنا من حدود السبع أشهر أو الثمان أشهر صارت معي القصة أني رايحت أجيب غراغ البيت وكنت معدي من عند نقطة تابعة للميليشيات الإيرانية طبعا دحقت على النقطة كان نحاطين صورة للقاسم سليماني والشخصيات تبعهم دحقت على الصورة وهي وكملت ما فيها لحظات يعني كواني المسألة كليات فصاد خلال ثواني اعتقلوني طمشوني وشعلوني طبعا أنا استغربت تهمهاي استغربت يعني يعني هاي آخر شي كانت ببعلي أنه أكون زورت الصورة أنه بالدير نقول زورت الصورة موسيقى طبعا سماسرتهم كانوا يروحون يجون على أهلي بالمفاوضات كانوا طالبين بحدود الثمين ملايين بالمفاوضات نزلت للأربع ملايين طبعا أهلي باعم اللي موجود القاع ممتلكاتي الموجودة من ذهب لزوجتي من غيره ومن غيراته ويعني نفظونا خالص ما عدي مشي الحال الواحد أنه يعيش غادي طبعا فيه شغلات كثيرة عادة هاي من بيناتها الحشيش الابتزاز الخطف القتل الاختصاب المسائل هاي طبعا كثيرة غادي اللي عنده مشكلة مع حدما عناصرهم مباشرة التهمة جاهزة مثل التهمتيانة